برحب بك طبعا زميل العزيز أحمد كل التحيليك وكل مشاهدي ومتابعة قناة الآلي في كل مكان يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الآلي في مباراة الآلي ونهضة البركان السوبر الأفريقي الغايب على النادي الآلي منذ سنوات عديدة لكن مع الحماس الكبير والجدية اللي بنأكد عليها في كل المباراة ان شاء الله بإذن الله نادي الآلي بتركيزه الكبير مع القيادة الفنية الأكثر من رعاة البيتزو موسيماني ان شاء الله بإذن الله نايدا نتخطى أيضا هذه المباراة كان أداء وتحضير أكثر من رعاة في المباراة السابقة في بطولة بطولة أفريقية طبعا مباراة سنداونز ان شاء الله بإذن الله استمر تركيز اللاعبين واستمروا أيضا كمان للقراءات الفنية من الجهاز الفني بها الكامل لفريق نهضة البركان الفريق المميز جدا اللي عنده كورة وعنده عناصر مميزة جدا محتاجة شغل كبير ومحتاجة مجود كبير من الجهاز الفني والعبي النادي الآلي يمكن الفترة اللي فاتت تحديدا عقب انتهاء المباراة وشارة مباراة سنداونز تدت طبعا التفكير بالكامل في مباراة نهضة البركان بنسبة للتحضير طبعا للمباراة الأخيرة أكثر من خمس مباراة بيتم مشاهدتها مع بيتسو موسماني والجهاز الفني بيئة الكامل للوقوف بقى على الصغرات ونقاط القوة ضعف وطريقة اللعبة يكون عاملة إزاي ويمكن كمان زميل أحمد انت عارف وشفت مباراة سنداونز الأخيرة شفنا التركية بتاع ترامي الربيع وشفنا صلاح محسن والوجبات الهجومية والدفاعية فإن شاء الله بإذن الله متفقلين خير مع بيتسو موسماني بإذن الله في هذه المباراة أيضا نكون قراءته مميزة جدا ونشوف بعض العناصر اللي تقدر إن شاء الله تتخطى هذه المباراة الصعبة والمنتظرة في حضور جماهيري حضور الجماهير ده أمر كان مهم جدا كان في بعض الأخبار قبل ما نصل إلى خطر أن المباراة بدون جمهور فأمر كان هيكون صعب جدا لأن يمكن هنا الاشتياق الكبير اللي بيكون فيها الجالية المصرية وتحديدا جمهور النادي الآلي لمشاهدة بطل أفريقيا ده أمر كان مهم جدا 30% من ساعة استاد طبعا اللي أكيد 15% هي ساعة الاستاد ممكن نقول طبعا جمهور النادي الآلي من 2000 إلى 2005 يكونوا متواجدين يا رب إن شاء الله بإذن الله يتزين الاستاد به جمهور النادي الآلي اللي أكيد ليه دفع قوية وسند حقيق لفريق النادي الآلي تحفيزه بيكون مهم جدا وصلنا طبعا متأخر بيكون عارفين طبعا كل جميل النادي الآلي بيكون عارفة من فريق النادي الآلي يصل إلى قطر بيكون مئات متواجدة فيها المطار لكن الإجراءات الاحترازية هنا مشددة جدا على طول خرجنا من المطار إلى الفندق ثم المسحة الطبية اللي تطمنا طبعا وأكدنا على هذا الأمر إن المسحة كانت سلبية فيارب إن شاء الله يستمر النادي الآلي فيها التركيز الكبير متواجدين زميلي أحمد في ملعب جامعة قطر ملعب مميزة جدا الحقيقة هنا في قطر نهر ده تدريب الأول لفريق النادي الآلي اللي بدأ فيه السابعة بتوقيت قطر السادسة بتوقيت القاهرة بنأكد على هذه الساعة لإنها المباراة طبعا هتكون بستة بتوقيت القاهرة سبعة بتوقيت الضحة الجو صعب شوية طبعا هنا في الضحة درجة الحرارة في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها زميلي أحمد تصل إلى 37 و 38 درجة الرطوبة تصل إلى 83 فأمر صعب إحنا جايين من رحلة شقة كانت برودة كبيرة جدا طبعا في مورات سانداونز الأخيرة في بريتوريا درجة حركة سبعة وصباحا كانت 16 فاختلاف كبير جدا فإن شاء الله بإذن الله كل اللعبة تتأقلم على هذا الجو على أن يكون موعد المورة بإذن الله لعبتنا تكون في فورمة المباراة وأيضا كمان جهزة بدنيا بشكل كبير جدا يمكن كمان بقى لو بنتطمن على التدريب النهاردة يمكن تدريب النادي الأهلي يكون خفيف شوية الرحلة كانت صعبة والمجهود كان كبير على لعبتنادي الأهلي من مباراة إلى سفر لأكثر من 13 ساعة فالنهاردة ينادر أقول تدريب خفيف لكل اللعبين بيحاول بيتسو موسيماني إن هو يخرج اللعبين من الإجهاد الكبير ثم أيضا كمان بعض اللعب أكيد هيتطمن عليها الجهاز الطبي بيئة الكامل على رسوم أيمن أشرف اللي بيعمل ريكوفري طبعا ممكن أيمن مجهوده كبير جدا فيه إجهاد كبير على لعبتنادي الأهلي وتحديدا أن أيمن أشرف يمكن النهاردة فيه تفضيل أيمن ما يشاركش فيه التدريب بالكامل يمكن الجهاز الطبي بيعمله بعد ريكوفري وبعد التدليج وبعد التلجي كده على أن يكون إن شاء الله فيه جهازية تامة في تدريب الغد نقطة أيضا كمان مهمة جدا زميلة أحمد احنا طبعا أول ما وصلنا إلى قطر توجهنا إلى المسح ثم إلى فقاعة مسغرة يعني فقاعة مسغرة دي نحن هيتم تغيير الفندو الإقامة إلى الفقاعة بقى الكاملة اللي هتبدأ من يوم 25 غدا إن شاء الله من 10 صباحا 11 صباحا سنتوجه إلى الفقاعة اللي هتبدأ من يوم 25 في فندو آخر على أن بايا النادي الأهلي يستمر فيها الفقاعة بتدريباته اليومية إلى موعد المباراة يوم 28 ستة مساء بتوقيت القاهرة سبعة مساء بتوقيت الدوحة كل الأمور الحمد لله زميلي أحمد ماشي بشكل طيب تدريب النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله نتطمن على لعيبة بالكامل عقب انتهاء المران اللي شعر بإجهاد أي إصابات أي كدمات لكن إن شاء الله بإذن الله اللي عمتنا نتحافظ على بعضها في التدريب مرورا بالأيام إن شاء الله بإذن الله كل لعيبة يكون في جهازات أمة ونقدر إن شاء الله بدعم الجمهور الكبير نقدر نتخط هذه المبراءة الهمة لكل جمهور نادي الأهلي أعود لكم الجديد زميلي أحمد شكرا جزيلا زمينا العزيز كريم أحمد ده كان بس مباشر من قطر تابعنا فيه لقطات ولحظات من تمرينة النادي الأهلي التمرينة الأولى اللي بيجريها النادي وخليني أفكر حضراتكم وأقول لما تابعناش من البداية أنه الحمد لله اتطمننا الفرع عملت باع مسحة واتطمننا الحمد لله على سلبية كل مسحات لعيبة النادي الأهلي